ايطاليا تتصدر المبادرات بشأن الأزمة الليبية وتعتبر حلها مصلحة وطنية أساسية تحقيقات دولية تثبت تورط هيلاري كلينتون في مقتل القذافي وفاة الرئيس التونسي السابق زين العبدين بن علي بعد صراع مع المرض صهران تهدد بأن أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية ستفجر حربا شاملة نتنياهو يستسلم ويدعو غريمه لتشكيل حكومة وحدة وغانس يرفض مساء الخير وأهلا بكم إيطاليا تتصدر المبادرات بشأن الأزمة الليبية فقد وصف رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع إقامته في برلين هذا الخريف بأنه خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا من خلال التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي أما الحكومة الإيطالية فأكدت أن الأزمة الليبية لا تزال تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة إليها مشددة على أن حلها يمثل مصلحة وطنية أساسية خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا تتمثل في المؤتمر الدولي المزمع إقامته في برلين والذي يدور حول ليبيا من خلال التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي حسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي نقلا عن الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا وسبق أن نقلت الوكالة عن مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية معلومات تفيد بأن روما تعمل بالتنسيق مع شركاء الدوليين والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لوضع حد للنزاع الليبي وإعادة إطلاق العملية السياسية تصريحات ماتاريلا جاءت في نهاية اجتماع في مقر الرئاسة في روما مع نظره الألماني فرانك فالترشتاين ماير الذي دعا إلى إطلاق مبادرة ثلاثية مع إيطاليا وفرنسا على حد وصفه وفي لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائزا سراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال السراج أن المعتدي لم يعد شريكا في الحل السياسي بليبيا مؤكدا حرصاه على ذحر العدوان وإنهاء مشروعه لعسكرة الدولة في إشارة إلى قائد قوات الجيش الليبي خليفة حفتر كما أشارت مصادر إلى فرضية إقامة معتمر للوزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل والمؤتمر الدولي الذي تنوي برلين استضافته هذا الخريف ومن تونس ينضم إلينا الكتب الصحافي فرج حميد أهلا وسهلا بك سيد فرج كثيرة هي الدعوات وأيضا المبادرات لوقف الحربي في طرابلوس برأيك هل سيفلح هذا المؤتمر الدولي في الوصول إلى وقف لإطلاق النار في طرابلوس أعتقد أن كل الظروف الآن مواتية لحل سلمي وكل الخطوات أيضا مواتية اقتراح إيطاليا أن المسألة الليبية مسألة وطنية لا دلالات ولا رمزية كبيرة جدا أعتقد أن إيطاليا وهذه المبادرة جادة على وضع ليبيا في إطارها الأقليمي الصحيح ليبيا لن تكون إلا منارة للحرية والديمقراطية أعتقد أن الاستقرار سوف يكون المرحلة القادمة عنوان لليبيا الإيطاليين جدين فعلا في عملية توحيد الصف الأوروبي خاصة بعد زيارات الاقتقام بها سيد فايس الراج واللقاء مع رئيس مكرون الرئيس الفرنسي في روما أعتقد أن الاتحاد الأوروبي الآن جاد والعمالك الأوروبيين جدين في عملية الخروج من هذا المستنقع المستنقع الليبي وأعطاء الليبيين فرصة لتحقيق خارطة طريق حقيقية أعتقد أن المشروع الآن الأوروبي مكتمل للنصاب وأن إيطاليا جادة لوقف التدخلات الدولية سواء كان من باريس أو من إنجلترا أعتقد أن الإيطاليين جادين الآن في أن تكون ليبيا مستقرة مزدهرة سيد فراج يعني هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية من ضمنها إيطاليا ستفلح في وقف إطلاق النار وبالتالي ودى خارطة طريق حيث أخفق مجلس الأمن أكثر من مرة في تمييع القضية الليبية من يعكر صف ليبيا هم الأوروبيين هذه العجوز الأوروبية 740 مليون نسمة هم من يؤثرون عن المشهد الليبي إن صح التعبير إيطاليا وفرنسا هي التي تخوض الحرب الوكالة ليس خليفة حفتر خليفة حفتر عبارة عن أداء بس سيد فراج هناك أيضا تدخل روسي وهناك أيضا دور أمريكي في هذه الحرب ودور تركي أيضا أعتقد أن روسيا أتفق معك أعتقد أن روسيا لازالت في مستنقع السوري ولازالت تحاول إيجاد خارط طريق في المشهد السوري وأن تتبت أقدامها في دمشق الملف الأمريكي أعتقد أن في 2017 ذكر سيد دونالد ترامب على إيطاليا أن تكون لها قدم في ليبيا وأن تكون هي الدراع الحقيقية لإيجاد حل سلمي في ليبيا أعتقد أن الرسالة الأمريكية كانت واضحة جدا في ذلك الوقت في 2018 تحديدا ذكر السيدة الرئيس الأمريكي أن على إيطاليا أن تكون لها موطأ قدم وأن تكون لها دور أساسي في ليبيا أعتقد أن الإيطاليا الآن قادرة بكل الظروف المواجهة سيتفرج سؤال أخير لو سبحت نظرا لديق الوقت عن اليوم برأيك هل الداخل الليبي طرفي النزاع في ليبيا سيلتزمان أو سيلتزمان بما يقرره هذا المؤتمر طالما أحد الأطراف يرفض حتى إجراء مفاوضات مع الطرف الآخر رئيس وزراء ألمانيا ذكرت أن الحرب في ليبيا هي بالوكالة الأطراف الليبي إذا اتفق الأطراف الدولية التي تغدي هذا الصراح في الداخل لا أعتقد أن الأطراف الداخلية تستطيع أن تعكر صفو الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي ليبيا رقعة جغرافية في المجتمع الدولي ورقعة جغرافية على هذه الأرض تؤثر وتتأثر ولكن الآن هي تتأثر بما يريده العمالقة العمالقة الأوروبيين والعملاق الأمريكي والعملاق الروسي أعتقد أن أوروبا الآن جادة فعلا لوضع خارج طريق ليبيا بحثة لخروج ليبيا من هذا المستنقع والاقتلال الدائر والحروب الدائرة بالوكالة لا يعتقد أن سيد خليفة حفتر أو سيد فايس سراج سوف يعكر صفو هذا التدخل سيد فرج حمايد الكاتب الصحفي حدثتنا مباشرة من تولو شكرا جزيلا لك عقد نائب المبعوث الأممي المنسق والمقيم منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو سلسلة لقاءات مع عد من الدبلوماسيين تناول فيها تعزيز الدعم الإنساني للشعب الليبي الحلو بحث مع القائم بالأعمال البريطاني نيكولوس هوبتن القضايا الإنسانية والتنموية وأكد طرفان أهمية استمرار التعاون بين المملكة المتحدة والأمم المتحدة من أجل استقراري وازدهاري ليبيا في الإطار عينه التقى الحلو السفير الفرنسي لدى ليبيا بيتريس دوهيلان كما نقش الحلو أوجه تعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال الدعم الإنساني والتنموي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلين بوجيا كما تطرق إلى قضية الهجرة بعد مرور ثمان سنوات على سقوط نظام معمر القذافي صحيفة أمريكية تنشر تقريرا صادما يظهر طورة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في مقتل معمر القذافي مقابل استرداد 66 مليار دولار تحقيقات جديدة تؤكد طورة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي مقابل استرداد 66 مليار دولار هذا ما كشفته صحيفة تريلي كلير انفستيجيشن الأمريكية في تقرير أشرت فيه إلى طورة كلينتون في الحرب الدائرة في ليبيا والتي أدت إلى سقوط نظام القذافي في العام 2011 الصحيفة أكدت عبر مصاديرها والتحقيقات التي أجرتها قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكشف وعبر سجلاته عن الخطة التي تم إعدادها مسبقا والمدعومة من الحزب الجمهوري وتشير الأدلة إلى أن سيدني بلومنتل المقرب من كلينتون كان متورطا مع مجموعة من محترفي الاستخبارات الذين يصعون إلى إعادة الأصول التي تم الاستلاء عليها من عائلة القذافي والقيام بإخفائها في مؤسسات مالية متعددة محلية وحول العالم وتؤكد الصحيفة وجود رابط بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون وروسيا في القضية الليبية حيث أشارت السجلات التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أخيرا أن التحقيق في هذه المزاعم كان من مصادر خاصة متصلة بالجمهوريين بشأن هذا المخطط وتبقى هذه التحقيقات في مرمى التساؤلات عن الهدف من نشر مثل هذه المعلومات وفي هذا التوقيت بالذات وفي حال ثبت تورط كلينتون هل سيؤثر ذلك على إمكانية ترشحها من جديد للانتخابات الرئاسية المقبلة في وجه ترامب؟ معنا من تركيا الكاتبة السياسية سيد أيوب البراني سيد أيوب هذا التقرير وهذه المعلومات المنشورة لماذا ظهرت في هذا الوقت تحديدا؟ نعم أستاذة حقيقة نبدأ من سؤالك لماذا ظهرت تعلمين أن الحرب الدائرة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين هي حرب إعلامية بامتياز هذا يصدر بيان ضد هذا وهذا يستعمل مقال ضد الآخر فهي أشبه ما يكون بالحرب الإعلامية ما بين الحزبين وبين المرشحين أنفسهم هناك في السباق الرئاسي الماضي دونالد ترامب هيلاري كلينتون وهناك أيضا بيرني ساندرز وهو مرشح لديه حظ وفير إذا ما فشل ترامب وهو الآن ساعي في الفشل في إدارة الدولة وإذا ما استمرت كلينتون تحقق وتكسب هذه المقالات المحبطة بالنسبة لها فسيكون حظ أوفر لمرشح ثالث لا هيلاري كلينتون ولا دونالد ترامب نعم وبالنسبة لتقريرك أبدأ مما انتهى به الفريق الأداد وهو عملية إخفاء الأموال المبلغ المذكور في التقرير حقيقة مبلغ ضخم جدا وهو 66 مليار دولار نعم يعني لا يستطيع كائنا من كان أن يخفي حتى يعني مليار في العالم التدفق الأموال يعني يسير بنغم مراقب من عدة منظمات في المجتمع الدولي منظمات مالية منظمات بنكية وكذلك الدولة الليبية في السابق يعني لم يكن لها مصدر لدخول الأموال إلا مبيعات النفط وهذه المبيعات كانت تذهب للمصرف الليبي الخارجي لليبيان ثورين بانك ومن هناك كانت تذهب الحوالات من المصرف الليبي الخارجي تحول إلى الداخل الليبي أو تحول إلى الدول حسب ما أرادت سياسة النظام لا دعم أو ما شابه التقرير ذكر كذلك بأن هناك رابط ما بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون وروسيا من جهة أخرى والحزب الجمهوري يعني بشكل عام أنه بس كلينتون خارج هذا الحزب لكن هذا الحديث ألا يجعل هناك شك ربما في طرف رابع هو من يرغب في تسريب هذه المعلومات أو هو يعني المستفيد منها التقارير الأعلمية دائما يعني بهذه الفرقعات عادة للاستهلاك للاستهلاك الشعبوي أو للتحريض أو لهدف ما لأن المبلغ المرصود حسب ما يتوفر من المعلومات على رصد عشر سنوات مضت يعني هذا المبلغ لم يكن متوفرا بهذه السيولة التي يتحدثون عنها حتى أموال المقربين من القذافي يعني كانت مستودعة في بنوك في سويسرا تحت حسابات سرية لم يكشف عنها إلا في العام 2009 عندما طلب النظام في ذلك الوقت تحت بد ما يسمى بلجنة الشفافية وكشفت الأقام وهي بمئات الملايين يعني من 500 مليون دولار وانتنازلة طيب سيد براني لم ترقى حتى لي يكون مليارين نعم البعض كذلك يرى من جهة أخرى بأن هدف كلينتون إذا افترضنا أن كلينتون هي من وراء مقتل القذافي هدفها كان السلطة وليس المال كيف ترى ذلك؟ يعني رواية مقتل القذافي يعني حسب شهود عيان وحسب يعني أنا كنت على مقربة جدا من هذا الحدث يعني هي رواية رويت وسجلت والكثير شهادها ليست كما ذكرت في التقرير لا، إن هي كانت يعني أنها كانت يبقى عن حادثة محلية محلية صرفة وكذلك هيلولي كلينتون في شهاداتها عبر كتاب The Hard Choice تحدثت عن ما مدى علاقتها بحركة التغيير في 17 فبراير من العام 2012 وتحدثت وكانت هي شهادة يعني 70% منها مطابق للواقع حسب ما شاهدنا في تلك الفترة فهيلولي كلينتون يعني قامت بأعمال سببت لها الكثير من الحرج وهي التي كانت سبب خسرتها في الانتخابات مثل مقتل السفير الأمريكي في بنغازي وهو الموظف التابع لها مباشرة والذي أرسل إلى حتفي في بنغازي دون أي مرعاة للظروف الأمنية في ذلك الوقت نعم دون مرعاة مثلا للتقارير الاستخباراتية الواردة دون مرعاة لسلامة السفير نفسي فمثل هذه النقطة هي فعلا المأخذ علي كلينتون والتي يمكن أن يقال أن كلينتون أخطأت أخطأت في هذا الأمر ولكن ليس مثل لصراع المال وصراع الكذا فكلينتون بعيدة عن هذا الأمر ولكنها متورطة في أعمال أخرى نعم أشكرك جزيل الشكر سيد أيوب البراني الكاتب السياسي كنت معنا من تركيا شكرا لك نتابع النشر بعد فصيل قصير وفيها أنقرة تعلن أن ترامب تفهم سبب شراء تركيا صواريخ S400 أهلا بكم من جديد وفي الرئيس التونسي السابق زين العبدين بن علي بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة جدة في السعودية حيث سيوارى الثرى وكان مونير بن صالحة محامي بن علي قد أكد في الثاني عشر من سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى زين العبدين بن علي الذي حكم تونس بقبضة حديدية عرف النهاية في بداية الربيع العربي فأفلت السلطة وأفلت من المحاكمة بفراره إلى الخارج زين العبدين بن علي المولود عام 1936 تولى رئاسة الجمهورية التونسية عام 1987 في انقلاب طبي بالدعائه أن صحة الرئيس المؤسس الحبيب بورجيبة الذي عينه رئيساً للوزراء تجعله غير أهل للمنصب حاول بن علي لعب دور عربي وعالمي فاستقبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المرحلة عن لبنان والكثير من مقاتليها على الأراضي التونسية كما سعى إلى علاقات إقليمية ودولية لكن التونسيين لم ينعموا تحت حكمه بالرخاء ولا بالديمقراطية فصنفت البلاد في مؤشر الديمقراطية للإيكونوميست سنة 2010 في الترتيب المئة والأربعة والأربعين من بين مئة وسبعة وستين بلدا شملتها الدراسة ولم تكن حرية الصحافة بأفضل حال سقط بن علي بثورة الياسمين عام 2011 وحتى مايو 2018 بلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد ومئتي وسبع سنوات سجن بتهم عدة أبرزها الفساد وسرقة المال العام سعد الجيش الجزائري لهجته بعد ثلاثة أيام على إعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون مشيرا إلى أنه سيمنع من الآن فصاعدا المتظاهرين الاثنين من ولايات أخرى إلى العاصمة من الالتحاق بالحشود والتي تتجمع في وسطها وأكد قاية صالح أن الشعب سيعرف بقينة أو يقينا كيف يحسم رهن الاستحقاق الوطني الذي تسعى السلطات إلى إجرائه نهاية سنة الجارية واردف قائلا الاحتكام إلى الصندوق هو الحل الأمثل وغالبية الشعب الجزائري تريد تخلص سريعا من هذا الوضع المواجهة الأمريكية الإيرانية مفتوحة على كل الاحتمالات فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خيارات التعامل مع إيران عديدة وتشمل الخيار العسكري في حين جاء الرد الإيراني على لسان وزير الخارجية محمد جواد ضريف الذي حذر من حرب شاملة في حال الاعتداء على بلاده حذرت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإنجرار إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم على منشآتي نفط سعوديتين تحمل واشنطن طهران المسؤولية عنه وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن إيران لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية ولكنه حذر من أن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر حربا شاملة في المنطقة وبانتظار صدور العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في الساعات المقبلة أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن أصبحت تعلم كل ما حدث تقريبا في هجمات السعودية ولفت إلى وجود العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري بدوره شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن العقوبات الأمريكية ستشتد على إيران وأشار إلى أن واشنطن تعمل من أجل حرمان إيران من القصول على الكدرة والموارد من أجل استكمال حملتها الإرهابية من جهته حتى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جميع دول الخليج على الدخول في محادثات لنزع فتيل التوترات واتخاذ تدابير للحلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المنطقة معتبرا أن توجيه اتهامات لا تستند لأي أساس إلى إيران بشأن الهجمات يؤجج التوترات من القاهرة معنا الصحفية المتخصصة في الشؤون العربية والدولية سيدة هند سيدة ساوي مدى جدية برأيك الولايات المتحدة في استعمال الخيار العسكري مع إيران أعتقد أن قرار الحرب على إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية محسوم منذ فترة طويلة وليس الآن الفكرة فقط أو العصلة فقط في طريقة تمثيل السينابيو خاصة مع اكثرات دونالد ترامب من موعد الانتخابات الأمريكية وهو الرجل الذي تعهد لنخذي بأنه لن يصل في حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط ولكن التسعيد الإيراني أو اليقين الإيراني بأن واشنطن قد تنفذ الحرب قريبا ولم تنتظر أن يكون هناك انتخابات أو الانتهاء من الانتخابات الأمريكية هذا ما دفع إيران في هذه المرحلة للتسعيد لمراحل قطيرة ربما حين تضخم فواتير الحرب على دونالد ترامب وأن الحرب مع إيران لن تمر مرور الكرام كعدد من الأنظمة العربية كنظام الراحل صدام خسين ومعمر القذافي ربما يتراجع دونالد ترامب عن القرار ويعود لسياسة الاحتواء الذي وضعها إلى رد إيران من ناحية أخرى سيدة هند وزير الخارجي الإيراني ذكر في رده أن الحرب الآن ستكون شاملة في حال قررت الولايات المتحدة استعمال هذا الخير مثل ما ذكرنا برأيكي ماذا يقصد بالحرب الشاملة بهذا المصطلح الحرب الشاملة يعني أن إيران ستتحرك مع جميع أدروعها في منطقة الشرق الأوسط والجماعات المؤيدة أو الموالية لا سواء كانت في فلسطين في لبنان في سوريا في العراق في اليمن يعني ذلك أن دول الخليج معرضة للإستهداف يعني ذلك أن تلأ ديب معرضة للإستهداف أن المصالح الأمريكية والسفارات الأمريكية في عدد من الدول العربية معرضة للإستهداف أيضا أن أي دولة غربية سواء كانت فرنس إيطاليا ألمانيا غيرها ستقف مع الولايات المتحدة في هذه الضربات ستكون أيضا فنسولياتها ومصالحها وشركاتها في منطقة الشرق الأوسط معرضة للهجمات ولكن أعود وأكرر أن في أصابق كان عديد من الأنظمة التي تثنفها الولايات المتحدة أنظمة أمريكا سواء كانت في العراق في عدد من الدول وكانت تضخم هذه الأنظمة من رد الفعل وجدنا ما حدث في صدام حسين أو مع الرئيس الراحل صدام حسين ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد هي الدولة العظمى في العالم حتى ولكن هناك تطور في وضع الصين تطور في وضع روسيا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يستطيع الغرب أن يكلف المطار التي تسير عليه إذن أشكر أن تصريح ضريف تحديدا أريد التأكيد على شيء أن الضريف عرف بالدبلوماتية المارينة حين يخرج الضريف ويتحدث عن حرب شاملة قادمة يعني ذلك أن خيار الحرب مطروح لقوة على مائدة دونالد سنتابع ذلك أكيد سيدة هند الضاوي الصحفية المتخصصة في الشؤون العربية والدولية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بانضمام الإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في المقابل رفض العراق الانضمام إلى التحالف وانتقد مشاركة إسرائيل مؤكدا أن أمن الخليج مسؤولية الدول المطلة عليه حذت الإمارات العربية المتحدة حذوى السعودية وأعلنت انضمامها إلى تحالف عالمي للأمن البحري تسعى واشنطن إلى تشكيله منذ سلسلة من التفجيرات والاحتجاز التي طالت ناقلات في مياه الخليج في الأشهر الماضية وأكدت الإمارات أن انضمامها إلى هذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين إلى ذلك رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذه الخطوة مؤكداً أن الأحداث الأخيرة تبرز أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة من جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد لن تنضم إلى مهمة بحرية دولية لحماية الشحن التجاري في موضيك هرموز ومناطق أخرى وجددت رفضها مشاركة إسرائيل في هذا التحالف مؤكدة أن أمن الخليج مسؤولية الدول المطلطة عليه أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي أوقع 20 قتلاً وتسعين جريحاً في تفجير سيارة مفخخة في مبنى الاستخبارات العامة في مدينة جلعة جنوب أفغانستان أعمال عنف شديدة تتعرض لها أفغانستان في الأوينة الأخيرة آخرها هجوم بشاحنة ملغومة قرب مستشفى في جنوب البلاد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه وكشفت أنه أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة 95 آخرين وتباينت المعلومات بينما أعلنه مسؤولون محليون عن أن الهجوم استهدف المستشفى في وقت قال الطالبان أن التفجير استهدف مبنى تابعاً لقوات الأمن الأفغانية يأتي ذلك غداة محاولة انتحارية لاقتحام مبنى حكومي شرقية أفغانستان ما تسبب في وقوع تفجير ومعركة بالأسلحة مع قوات الأمن إذن يستهدف الإرهاب أفغانستان التي تستعد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر انتخابات تعارضها طالبان بشدة هي التي حذرت في أكثر من مناسبة الأفغان من المشاركة في الانتخابات كأشفة أن مقاتليها سيستهدفون الحملات الانتخابية وكذلك مراكز الاقتراع فيتو مزدوج روسي وصيني في مجلس الأمن مساء اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في إدلب السورية في هذا الوقت الخلاف بين واشنطن وأنقرة انحصر في نقطة واحدة وهي المنطقة الآمنة في سوريا والتي تشعل الخلاف من جديد بينما تمت حلحلة المعدلة الثانية بينهما حول منظومة صواريخ S-400 الروسية اعتبرت مسؤولة تركية رفعت المستوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أكثر تفاهما بشأن السبب الذي دفع تركيا إلى شراء منظومة صواريخ S-400 الروسية وقالت إنها لا تتوقع أن يفرض ترامب عقوبات على أنقرة بشأن هذه المسألة من جهات أخرى تصاعدت من جديد تهديدات متبادلة بين واشنطن وأنقرة عنوانها الأكراد والمنطقة الآمنة شمال سوريا بعدما جددت واشنطن تأكيدها استمرار إرسال أسلحة ومركبات عسكرية للمقاتلين الأكراد في سوريا البنتاجون أكد أن هذا الدعم يأتي في سياق مواصلة محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه التصريحات الأمريكية تأتي غدا تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ موقف أحادي بشأن المنطقة الآمنة يعد الموقف الأمريكي بشأن هذه المنطقة يطمئنها بعد المؤشرات على فشل المحادثات مع واشنطن في هذا الشأن ومن ألمانيا ينضم إلينا الكاتب الصحاف إبراهيم كبان أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم في البداية كيف تقرأ الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار في إدلب نسأل خير عليكم على المشاهدين بالتأكيد روسيا هي أحد الأطراف الرئيسية الضالعة في الأزمة السورية ولديها يد الطول في قتل الشعب السوري لهذا أعتقد روسيا ستستخدم كافة الأوراق وكافة المسائل في مسألة استمرار قصفها على المدنيين في إدلب أو سواء المجموعات المسلحة الموجودة في الجزء الغربي من الشمال السوري لهذا أعتقد والصين أيضا هي جزء من تلك التحركات خاصة التواجد الروسي في المجلس الأمن وأيضا الصيني هو متبادل تبادل الأدوار في قضية استخدام الفيتو من أجل أي مسألة مسألة إدلب حقيقة معقدة هذه المسألة تتعلق بوجود المجموعات المسلحة التابعة للقاعدة روسيا تتحجج بهذه المسألة وأساسا روسيا عندما اتفقت مع تركيا في حشد المجموعات المتطرفة إلى إدلب وشمال الغربي السوري كان الهدف منها وتجميع مجموعات المسلحة المتطرفة في هذه المنطقة حتى تعطي لروسيا الحجة في مسألة قصف هذه المنطقة والآن روسيا تستخدم الفيتو وأيضا تلتحق بها الصين وأيضا هناك اتفاق ضمني بين تركيا وروسيا وإيران في قصف إجراء أو في التحركات الروسية الأخيرة من أجل قصف المجموعات المسلحة التي أساسا تركيا أقامت مع روسيا والإيرانيين بازارات وصفقات من أجل تسليمهم إلى النظام السوري سيد إبراهيم البعد يرى أن هذا الفيتو مبرر للغاية والهدف منه هو القضاء على ما تبقى من المجموعات المسلحة الإرهابية في منطقة إدلب تحديدا فلماذا تتهم روسيا بأنها هي التي ترغب في قتل المدنيين في هذه المنطقة بالتحديد المسألة تتعلق أن هناك طبخة أحد الطبخية هي روسيا وتركيا وإيران في مسألة إدلب هذا واضح من خلال التحركات الروسية التي جاءت قبل يومين في تركيا أيضا اتفاقيات روسيا تركيا وإيرانية في مسألة إدلب وأيضا أعتقد هناك اتفاق ضمني مع ولاية المتحدة الأمريكية وخاصة قبل فترة قصيرة جدا قامت طائرات الأمريكية أيضا بقصف بعد المواقع للمتطرفين في إدلب وأعتقد هناك توزيع الأدوار بين ولاية المتحدة الأمريكية وروسيا في هذه المسألة وخاصة في إدلب في الانتقال إلى المنطقة الآمنة تحديدا يعني على ما يبدو أنه تصاعدت المشكلة بين واشنطن وأنقر هل هي تمثيلية أم حقيقة هناك مشكلة بالنسبة إلى المقاتلين الأكراد وهل سيلجأ الرئيس التركي إلى تنفيذ تهديده بالموقف أو اتخاذ الموقف الكورد بالقضاء عليهم في الشمال السوري هو منذ أربع عوام وهو يوعد على الإعلام بشكل رسمي وأعتقد تركيا لن تستطيع فعل أي شيء لطالما هناك قوات التحالف وأيضا هناك تدفق كبير للأسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسيين وأيضا هناك وفود بريطانية وألمانية وصلت إلى المنطقة الكوردية في الإدارة الزاتية أعتقد قضية التحرك التركي في خلق معركة مع الكورد بوجود التحالف الدولي هذا غير ممكن ولكن تركيا تحاول أن تستفيد من قضية إقامة منطقة أمنية على الحدود لأن المعتدي هو التركي والمتدرر هو القوات الكوردية والإدارة الزاتية في الشمال السوري وأعتقد تركيا من خلال أردوغان من خلال الإعلام يحاول أن يهدد كما هدد قبل عامين في قضية مومبج ولم يستطع التقدم أي شيء في مومبج سوى خلق بالفعل منطقة أمنية بين القوات مرتزقة درع الفرات وقوات سوريا الدموقراطية وأيضا تجربة نفسها تركيا كانت تتأمل أن تدخل هذه المنطقة باتفاق مع النظام السوري والإيراني والروس للقضاء على الوجود الكوردي في المنطقة ولكن هذا لم يتحقق لأن الأمريكيين لن يسمحوا لتركيا بعد أن سمحت تركيا لنفسها بالتعاون مع الروسيا والتعامل مع الروسيا وخلق كسر باب حلف الناتو في هذه المنطقة وأعتقد أن المسأل ليس بتلك السهولة ولن تستطيع تركيا التمد لقد وصلت الفكرة سيد إبراهيم كبن الصحفي حدثنا مباشرة من ألمانيا شكرا جزيلا لك عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو عن خيبة أماله من رفض بني جانت منافسه في الانتخابات عرضه تشكيل حكومة وحدة ولفت نتنياهو قائلا أن مندهش ومحبط من أنه حتى الآن ما زال بين جات بني جانت يرفض دعوة للقاء في حين أعلن جانت أنه يجب أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية نتابع في موقف تسوده صبغة استسلامية بعد فشله في حصد الأغلبية دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو منافسه الرئيسي بني جانت إلى أن يشكل معا حكومة وحدة وعبر نتنياهو عن دهشته وأحباطه من حقيقة أنه حتى الآن ما زال بني جانت يرفض دعوته للقاء وتأتي دعوة نتنياهو بعدما أظهرت نتائج الانتخابات العامة تقاربا حدا بين حزب الليكود ومنافسه أزرق أبيض يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلافا حكوميا وتشكل الدعوة تطورا كبيرا ويبدو أن نتنياهو أجبر عليها بعد الانتخابات التي قد لا تسمح نتائجها بقاءه في منصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ 13 عاما من جهة أخرى أعلن بني جانت منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية أنه يجب أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تنبثق من هذه الانتخابات أعلن رئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة إلى أوسلو رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بن يامين نتنياهو الذي لم يتمكن في الانتخابات التشريعية من الفوز بأغلبية تتيح له تشكيل حكومة أكثرية عباس ردا على سؤال بشأن أي حكومة إسرائيلية مقبلة يفضل قال موقفنا هو ضد نتنياهو وتتصريح عباس بعد ساعة على أعلان وزير خارجيته رياض المالك الذي يرافقه في زيارة إلى أوسلو أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديد ينبثق من الانتخابات التشريعية في موقف بدى متعاردا مع ما صرح به لاحقا عباس من فلسطين معنا الكاتب السياسي سيد محمد حجازي سيد محمد يعني هناك تخبط ربما في الحكومة الفلسطينية اليوم بين إمكانية التفاوض مع إسرائيل من عدم كيف تفسر هذا التخبط اليوم يعني بالتأكيد فترة نتنياهو كانت كارثة على الفلسطينيين في عهد نتنياهو تم إقرار قانون القومية التي الذي بجوهره يعني شكل خطرا وجوديا على فلسطيني على شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ 48 واتخذ سلسلة من القرارات لها علاقة بحماية المستوطنين إضافة العديد من المستوطنات التي بناها في عهده وكان هناك شراك سياسي بينه وبين ترامب اتسمت بنقل الصفارة واعتبار القدس يعني تابع على إسرائيل إضافة للجولان كل هذه القضايا يعني تشكل يعني مرحلة رديئة جدا للفلسطينيين لأنه نتنياهو كما شخصا يعني يعني صهيونيا تلموديا بامتياز بالتالي كانت موقف القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت يعني رفض اللقاء مع نتنياهو باعتباره شريك نتنياهو ولا يقدم شيء للفلسطين ما يطرح نتنياهو كان مزيد من الضم مزيد من الاستطان مزيد من تقويد يعني حل الدولتين وأعتقد أن الرئيس أبو مازن وإن كان هناك الكثير من الفلسطينيين يعارضون من حيث نبدأ مفاوضات يعني مع إسرائيل ولكن يبدو أن الرئيس أبو مازن يريد أن يقول لجانس وهو رئيس تكتل أبيض أزرق 32 مقعد أو 33 مقعد على ما أعتقد أن هناك فرصة للسلام ولكن أعتقد شخصيا لا يوجد فرصة للسلام خاصة أن الخلاف بإسرائيل بين تكتلين يمينين أريد سؤال عن هذه النقطة كذلك سيد الحجازي يعني الرئيس الفلسطيني الآن أعلن موقفه أنه ليس ضد إسرائيل ككل لكنه ضد نتنياهو وهذا الواضح من هذه الأحاديث هل هذا متماشيا مع المزاج العام في الشارع المزاج العام للفلسطينيين في الشارع يعني المزاج العام بالتأكيد لا يتماشى مع المزاج العام خاصة أن إسرائيل بمعظمها تنخاز باتجاه اليمين والصراع كان بإسرائيل داخل اليمين يعني تكتل أبيض أزرق أو تكتل هما ينتمون إلى اليمين من الإسرائيلي اليمين الذي يعني كان يريد مزيدا من الإستفان مزيد من تقويد حل الدولتين وبالتالي الشارع الفلسطيني يرى يعني أن بهذه المرحلة يعني لا مجال للمساوضات مع إسرائيل لأن الفلسطيني لن يعخذ شيئا خاصة أن هناك قيادة أمريكية تنحاز بشكل كامل إلى المستوطنين يعني في أرض فلسطين التاريخية لذلك الشكر السيد محمد حجازي الكاتب السياسي كنت معنا من فلسطين شكرا لك أشار البرلمان الأوروبي لأنه يتعين على المملكة المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة المترتبة على خروجها من الاتحاد الأوروبي بلا صفاقة لا مقترحة ملموسة من لندن بشأن اتفاق جديد لانسحابها من الاتحاد الأوروبي فقد حمل أعضاء البرلمان الأوروبي بريطانيا كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية قد تنجم عن خروجها من الاتحاد دون صفقة وأكدوا مجددا في هذا الصياق تأييد معاهدة الخروج المتفق عليها بين الدول الأعضاء مسبقا إلى ذلك تعهد نواب الأوروبيون برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يحتوي على بنود لشبكة الأمان وأيد المشرعون أيضا تأجيل بريكزيت مجددا شريطة أن يكون له مبرر وله غرض معين من جهة أخرى أكد وزير شؤون بريكزيت البريطاني ستيفن باركلي أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الواحد وثلاثين من أكتوبر مهما حدث دعت الحكومة الشراكية والتي يقودها نيكولاس مادورو في فنزويل تأناف اتصالات دبلوماسية مع كاركاس بعد قطعة بينهما منذ 23 من يناير الماضي وبعد اعتراف واشنطن بخوان جوايدو رئيسا الانتقاليا للبلاد نائبة الرئيس الفنزويل وليس رحت أنه من المنطقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة مادورو مشير إلى أنه لم يتبقى أمام واشنطن سوى طريق واحد هو التفاوض والاتصالات الدبلوماسية بعد إخفاق مشاريعها لطرد الرئيس مادورو من السلطة نتابع النشرة بعد فصل قصير وفيها رفو صورة عمر المختار في وادي الكوف أهلا بكم من جديد في عارين الأسد وفي ذكرى استشهادي رفعت رابطة شباب قبائل أولاد أحمد صورة عمر المختار في وادي الكوف في منطقة الجبل الأخضر والذي شهد فصولا مجيدة من جهاده نتابع هنا من عارين عمر المختار حيث وادي الكوف بمنطقة الجبل الأخضر وبمنسبة ذكرى استشهادي أسد السحراء قامت رابطة شباب قبائل أولاد أحمد بحضور عدد من الأجهزة الأمنية باسترجاع صورة شيخ الشهدى عمر المختار وضعها بمكانها المخصص له أعلى الجسر الحديدي الذي يتوسط الوادي هذه الصورة التي ارتبطت بأثان من يعيش بهذه المنطقة ويعرفها جيدا لعقود طويلة والتي فقدت منذ فترة لعوامل كثيرة ها هي اليوم عادة حياء لذكرى شيخ الشهدى الذي سطر بهذه الأودية أروع ملاحم الجهاد وأعتاها ضد الغزو الإيطالي هذه الرابطة قامت بإرجاع هذه الصورة بعد أن تم أعدادها ورسمها اليوم زي ما تشاهدوا إرجعت الصورة في مكانها الطبيعي وهذا الصورة كانت موجودة قبل عام 2011 في هذا المكان لرمزية وادي الكوف لأنه كان أحد معسكرات الجهاد معسكرات مهمة للمجاهدين وشاهد هذا الوادي كثير من المعارك ضد الغزو الإيطالي رابطة شباب لاتحمد كغيرها من الروابط الشبابية الاجتماعية تنطلق بأدوار مختلفة اجتماعيا وميدانيا ضمن أطر التواصل مع مكونات المجتمع كافة إيمانا منها بدور العمل الاجتماعي المنظم محمد شباح WTV البيضاء يتعاون مزارع النخيل في الهون لتسويق إنتاجهم في سوق شعبي يلتقي فيه المزارع والمستهلك لكن سوسة النخيل الحمراء تقد مجع المزارعين الذين يأملون في تدخل السلطات المعنية لمكفحتها يتجه أغلب سكان مدينة هون مؤخرا إلى مجال زراعة فسائل النخيل حيث يهتم المزارع بالمدينة بهذه الشجرة المباركة ويحرص عليها لما لها من مردود اقتصادي جيد فاليوم بمدينة هون تنادى المزارعين إلى تشكيل جمعية خاصة بهم تضمهم لتحدد أسعار العمال وثمان غلت هذا الموسم حيث قامت هذه الجمعية أيضا بعمل سوق شعبي ليلتقي به المزارعون ويعرضون منتجاتهم للمارة والمسافرين سبب الإنشاء هو عملية تسويق التمور داخل المدينة لما يعانيه المزارع والتاجر من عدم وجود مكان لتسويق المنتجات داخل المدينة فجد فكرة الإنشاء السوق هذا باجتماع جمعية تتعرض النخلة ببلدية الجفرى إلى آفة سوسة النخيل الحمراء وهنا أصرت إدارة الجمعية أن تتقدم بطلب إلى الجهات المختصة لعمل الحل السريع والعاجل لإنقاذ هذه الشجرة نطالب جميع الجهات الحكومية والجهات الألية بالتعاون للقضاء على هذه السوسة والزهار النخلة لدور اقتصاد الدولة تظل النخلة هي الدخل الوحيد للمزارع بمدينة هون وعموم بلدية الجفرى فهل ستقدم وزارة الزراعة للمواطنين يد العون وتقدم لهم الأدوية والأسمدة اللازمة أم سيظل المواطن يصارع هذه الأفاتر وحده لقناة WTV الزبير العربي مدينة هون من التمور إلى التين وقد توارث أهل جبل نفوسة وخصوصا أهل القلعة طريقة تشفيفه عن أصلافهم فتين المجفف هو سمير سهرات الشتاب صلاح العزابي حضر السوق وحضر هذا التقرير اعتاد أهالي جبل نفوسة على حفظ فاكهة التين لفترات طويلة وذلك بتجفيفها وصناعة عقود منها وفي مدينة القلعة وهي أحدى مناطق الجبل التي تكتر فيها شجرة التين والتي يثوارتها أهل المدينة ويقومون بصناعة العقود التين المجفف لغرض تخزينها إلى الشتاء أو بيعها في الأسواق الكرموس هذا التين مشهور به الجبل الغربي كله يعني من نالوت إلى غريان السنوات الأخيرة هذه السنة اللي فاتت والسنة هذه كان له مردود للناس وكل الناس استفادت منه وصل الانتاج متاع الكرم الوحدة إلى أربعمائة وخمسمائة دينار والناس تاقدوا به لأن الله سبحانه وتعالى أقسم به قال والتين والزيتون وطور السنة ويعتبر موسم هذه السنة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في سعر عقود التين المجفف ليصل إلى مئة دينار للعقد الواحد التين والكرموس هذا يعني فيها نواع ثلاثة أو أربع نواع تقريباً فيه اللبيض اللي هو مشهور وكتير وهلبة موجود إنتاجه وفيه السوودي معظم الناس ما تبيعش فيه لأنه يتاكل ذاك فيه شجرتها نفسها وفيه الحموري وفيه البوهي ويعد التين المجفف مثالاً لإنقاس الوزن وتنظيم ضغط الدم كما يقلل من مخاطر إصابة بمرض القلب والشرين صالح العزبي دابليو تيفي القلعة والآن إلى صفحة الاقتصادية مع كارلا مساء الخير كارلا مساء الخير وليد مساء الخير رغضا أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلوس بياناً شديد لهجة ضد تصرف الحكومة الموقعة القاضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة لبريغل النفط برئاسة خير الله عبد السلام عضو مجلس الإدارة عن الشؤون الفنية للمناطق الوسطى والشرقية وأشارت المؤسسة إلى أن السعي لتشكيل مجلس إدارة موازن يهدد بانقسام خطير وربما يستغله أصحاب المصالح الضيقة في عمليات تصدير غير قانونية ناقشت اللجنة المالية الدائمة في حكومة الوفاق ميزانيات الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للموارد المائية وهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وترتكز الرؤية على ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة مع مراعاة المبادئ والقواعد الأساسية لإعداد الميزانية العامة أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019 ويعود السبب إلى إغلاق أسواق رئيسية في وجهها بعد أن فرضت الإمارات في العام 2017 إضافة إلى السعودية والبحرين ومصر حصاراً اقتصادياً على قطر وأغلقت مجالاتها الجوية وحدودها وأسواقها في وجه الدوحة متهمة إياها بإقامة روابط مع جماعات متطرفة قال وزير المالية الفرنسي برونو لوميار إن أوروبا مستعدة لفرض رسوم جمهوركية انتقامية العمل مقبل على سلع أمريكية مشيراً إلى أنه يضغط من أجل توقيع اتفاقية ودية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قبل اللجوء إلى مثل هذه التصرفات ويأتي تهديد الوزير الفرنسي في إطار نزاع طويل الأمد بين الطرفين حول الدعم المقدم لشركتي صناعة الطائرات إيرباس وبوينج استقرار للذهب والنفط يعاود الانخفاض دينار الليبية تراجع أمام العملات الأجنبية وماذا في البورصات العالمية بهذا نأتي إلى ختام الفقرة الاقتصادية وننتقل إلى الفقرة الرياضية ظهر الغضب واضحاً على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بسبب افتقار فريقه للحدة بعدما استهل الفريق مشواره في دور أبطال أوروبا بهزيمة قاسية بثلاثة أهداف لصفر أمام مستضيفه باريسان جرما وقال زيدان كان المنافس الطرف الأفضل في طريقة اللعب في وسط الملعب وما أحبطني هو أننا لم نلعب بحدة وعلى هذا المستوى من البطولة هذا غير مقبول وقدم أنخل دي ماريا أداء متفرداً ليسجل هدفين ويقود النادي الباريسي لفوز كبير في بداية مباريات المجموعة الأولى رغم غياب ثلاثي الهجوم المذهل كيليان بابي ونيمار وإدنسون كافاني فيما فشل ريال مدريد في تسديد أي كرة على المرمى وتكبد هزيمته الأولى هذا الموسم وتصدر سانجرمان جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط متفوقاً على كلوب برويج وقالة سراي الذين تعادلوا في وقت سابق من اليوم وفي المجموعة الثانية أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم مائتين مع بايرن ميونيخ ليستهل مشواره بفوز سهل بثلاثة أهداف لصفر على ضيفه ريدستار بيلجراد وفي المباراة الأخرى بالمجموعة عدل أولمبياكوس تأخره بهدفين إلى تعادل مثير باثنين لاثنين مع توتنهام هوتسبر في أثنا وفي المجموعة الثالثة سحق منشستر سيتي مستضيفه شاختار دونيتسك بثلاثية دون رد ورغم ذلك احتل سيتي المركز الثاني بفارق الأهداف عن دينامو زاجرب الكرواتي الذي سحق ضيفه الإيطالي أتلانتا بربعية نظيفة كما ارتقى لوكوموتيف موسكو إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتصاره 2-1 على مستضيفه باير ليفوركوزن مستغلا تعادل أتلاتيكو مادريد مع ضيفه يوفينتوس 2-2 وانتفض أتلاتيكو مادريد ليعدل تأخوره بهدفين إلى التعادل وسط مؤازرة كبيرة من الجماهير في ملعب واندا ميتروبوليتانو موسيقى ومن الرياضة مشاهدين إلى صفحة الكاريكاتير في النهاية نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط دوت تيفي دمتم بأمان الله بأمان الله موسيقى اشتركوا في القناة